اشتركوا في القناة احتجز الشرطي وهو في عامه الثالث والثلاثين بتهمة القتل وقد ادعى أن سكوت هدده بمسدس الصدمات الكهربائية مضطره لإطلاق النار عليه دفاعا عن النفس عائلة الضحية في حالة صدمة لكنها تشعر بالاطمئنان بعد ظهور براءة القتيل ذي الخمسين عاما لا يمكن إعادة أخي إلى الحياة وعائلة حزينة جراء الحادث العدالة ستأخذ مجراها ولا أعتقد أن جميع رجال الشرطة سيئون لكن هناك رجال الشرطة سيئون فعلا لا أريد رؤية أحد يموت مثلما قتل أخي واتضح أن الدعاء الشرطي ومرافقه في بلدة نورث تشارلستون بأنه ما حاولا إسعاف المصاب ومساعدته كان كاذبا فاسكوت يظهر في الشريط منكفئا على وجهه عدة دقائق ومكبلا بالأصفاد ولم يسعفه أحد من دون هذا الفيديو الذي يعد دليلا على ما وقع لكان من الصعب جدا التعرف على ما جرى بالفعل ونحن نشكر الشخص الذي أعطانا الفيديو وساعدنا في التعرف على ما حدث محام عائلة وولتر سكوت يرجح أن سبب هروبه هو عدم دفع نفقات أبنائه ولوجود مذكرة اعتقال بحقه بسبب ذلك أما الشرطي الذي يعمل منذ خمسة عوام في مقاطعة تشارلستون فهو يواجه الآن عقوبة الإعدام أو السجن لمدة ثلاثين عاما